فأصبحت الدماء لا تحرك قلوبكم واصبحت الأشلاء لا تحرك ضمائركم أي حب؟ التربية بالحب لكن أنا مع ذلك كما ذكرت أيضا في الحلقة الماضية أنا مصر أن أتكلم عن الحب مصر أن أتكلم الليلة أيضا عن التربية بالحب لكن عن حب بغيض عن حب بغيض لفظتان غريبتان عجيبتان لكنهم يتفقان مع غرابة الواقع ويتفقان مع ما نراه على أرض الواقع من عجب فنحن نعيش عصر المتناقضات أصبحت أصبحت أصبح سفك الدماء وتطهير الأشلاء دفاعا عن الحق وأصبح التطهير العرقي حرية وديمقراطية وأصبح الحب الداعر حبا وأصبحت الخيانة المحرمة مشروعة إلى غير ذلك من المتناقضات أنا مصر أن أتكلم عن حب بغيض عن حب أسود عن حب مهين عن حب يورث الوهن عن حب يورث الذل عن حب يورث عدم الكرامة عدم المكانة نعم عن حب لكنه حب مكروه لا يجوز حذرنا منه رسول الله نعم حب حذرنا منه حذرنا منه حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع لقول الصادق كما في الحديث الذي روه أبو داود وأحمد في مسنده وغيرهما بسند صحيح من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها آه آه يا مسلمون متناقرونا والمحاق الأعمى يليه محاق أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم نعاج النساق نحن لحم للوحش والطير منا الجثث الحمر والدم الدفاق وعلى المحصنات تبكي البواكي يا لعرض الإسلام كيف يراق قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردى ترياق واقتلعنا الإيمان فسودت الدنيا علينا وسودت الأعماق وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها أنت عيش المشهد ده أنت متصورة أنت مستوعب كلام النبي شايف القصعة الإناء الذي تضع فيه الطعام للطيور في الصباح وتحمل هذه القصعة وتذهب إلى الطيور في الصباح الباكر وترى الطيور تتسابق وتقفز على هذه القصعة كل طائر يريد أن يلتهم من القصعة حقه قبل الآخرين صارت الأمة قصعة مستباحة لكل أمم الأرض تريد كل أمة أن تلتهم من هذه القصعة المستباحة ما تشتهي من كرامة من دماء من أشلاء من بترول من أموال من إعلام من تعليم من عقيدة من عبادة من تشريع من أخلاق من أرض من عرض من مقدسات من كل شيء من أي شيء أصبحت الأمة قصعة مستباحة نعم أصبحت الأمة قصعة مستباحة لأحقر أمم الأرض لأذل أمم الأرض للضعيف قبل القوي للقاص قبل الداني للذليل قبل العزيز نعم أصبحت غثاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول بل كدويلات متناثرة متصارعة بل متحاربة تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية وترفرف على سمائها راية القومية والوطنية وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية وتدور بالأمة الدوامات السياسية فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه يا إلهي ذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة وجهلت بعد علم وأصبحت في ذيل القافلة البشرية والإنسانية بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة البشرية كلها بجدارة واقتدار ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحت الأمة تتأرجح في سيرها بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه لأنه تم الفصل بين الحكام والعلماء لم يعد الحكام يستعينون بالله جل وعلا ثم بالعلماء يجب أن يستعان بالعلماء يجب أن يسمع للعلماء وإلا ستحرق النار ورب الكعبة الأخضر واليابس وستغرق السفينة كلها بالصالحين والطالحين بالصالحين والطالحين بالحكام والمحكومين بالمسؤولين والمرؤوسين ستسقط السفينة كلها